اشتركوا في القناة فرض على كل المسلمين من مكة الى المدينة الهجرة فرض ليش الهجرة من اجل ان تتعلم الايمان ان تتعلم الاسلام ليست الهجرة الى بلدة او الى جدران او الى بستان الهجرة للمعلم مكة افضل من المدينة لكن لما انتقل المعلم الى المدينة صارت المدينة اعظم من مكة صار الاقامة في مكة حرام لا تجوز اقامته في مكة ما لا بنهاجر الى العلم الآن بتشوف المسلم جار الجامع ما بجي على الجامع ههجر بيتك سائل زمن انت اتعلم بلادية صعبة عريف ان انت كمسلم واجب تطلب العلم لو بلاغ المسلم ان رجل العلم او رجل الهداية وجد في بلاد الغرب او في بلاد الشرق وانت في بلاد الغرب لو واجب عليك ان تذهب اليه ولو زحفا في معلم وجد معلم يعلمك الايمان يعلمك الاسلام واجب عليك ان تهاجر اليه لان العلم يظهر للانسان الحقائق الجهل بيخبي الحقائق اعمى الجهل اعمى اما الالم نور فبدك تروح الى المعلم وين معلم ان وجد ان وجد المعلم في بلاد الهند بدك تروح الى بلاد الهند الآن الحمد لله الآن اخوان لكم بفرنسا بيهاجب من فرنسا له لكي يعدوا يعدوا مع الشيخ يومين ثلاثة ويرجعوا لفرنسا عم يجوا من امريكا بيعود يومين ثلاثة ويرجع ما له شغل الا انه جاي يعود مع المعلم يعود يوم يومين او ساعة ساعتين ويرجع اخوانكم من اللادئية مبارح او اول مبارح كان جاينا عندي بعض الاحباب واحد من جملة الاحباب عاجز ما بيسي متحرك يوم يعد بيحمده وحمد لا متحرك لا ايدي واجري عاجز من حجم لللادئية للشام قاعد مع المعلم نصر ورجع خلص غضيان مني رجع فهي الهجرة قائمة الى الآن فصلنا نبي عليه الصلاة والسلام اللهم اللهم صل علي طلب الهجرة من كل انسان فالاحكام الشرعية قالوا كل هجرة لغرض ديني كل هجرة لغرض ديني من طلب علم او حج او جهاد او فراغ الى بلد يزداد فيها طاعة او ابتغاء رزق طيب ببلده ما في رزق انتقن مشان امن الرزق الطيب فهي هجرة الى الله ورسله كم واحدة لغرض ديني بدأت علم احكام الشريعة طلب علم او حج او جهاد او فرار الى بلد يزداد فيها طاعة او ابتغاء رزق طيب فهي هجرة الى الله ورسوله وان ادركه الموت في طريقه فاجره واقع على الله جل جلال الله اشتركوا في القناة شكرا